صورة الله في أذهانهم كانت صورة صحيحة لكن أيضاً يقول له احكي لي مزيداً من القصص يا أبي عن إلهكم عن إله أبائنا أعتقد أن واحدة من أكثر القصص التي يمكن أن يحكيها هي حضور الله على جبل سيناء فيحكي له قصة أخرى أن الله قد حضر مرة أخرى مش بعيد الولد يقول له إذا هو كان بيجي كتير كده يقول له آه بيجي بيحضر ما عندهش مانع أنه يحضر يا ابني الله بيحب يحضر وسط بني البشر بيحب الحضور لقد حضر في شجرة وحضر أيضاً على جبل وكما توقضت الشجرة ولم تحترق تزلزل الجبل ولم ينهدم حتى أن وسيط العهد وهو يرى حضور الله على الجبل قال أنا مرتعب ومرتعد لقد كان الحضور الإلهي على جبل سيناء حضوراً ثقيلاً بروق ورعود ودخان وزلزلة وصوت ثقيل جداً لقد حضر الله بأدلة حسية مسموعة ومرئية تؤكد أن الله قد حضر الله حضر ويسأل الولد وماذا حدث عندما حضر؟ يقول له لقد تكلم الله يا ابنه لقد تكلم وتكلم كثيراً لقد تكلم ولقد كتب يا ابنه لقد أخذ لوحين وكتب عليهم بإصبعه فكانت الكلمات كلمات الله والكتابة أيضاً كتابة الله وله الولد زاكي شوية يقول له هل تريد أن تقول أن الله يحب التواصل يبغي التواصل يبغي شركة مع الإنسان ويريد أن يتواصل يقول له نعم إنها كانت افتتاحية أحاديث طويلة وكبيرة يا ابني فالله كلم الأباء قديماً بأنواع وطرق كثيرة فما المانع أن يكلمنا في آخر هذه الأيام في ابنه إنه يحب أن يتواصل إنه يريد أن يتواصل إخوتي عندما نتكلم عن الله الغفور الله الصبور الله الرحيم الله الحنان عندما نتكلم عن الله اللطيف نحن نتكلم عن علاقات نحن نتكلم عن علاقات الله لا يمكن أن يكون غفور إذا لم يكن هناك علاقة مع إنسان خطاء الله لا يمكن أن يكون صبور لو لم يكن هناك علاقة مع إنسان يصنع ضيقاً أو خطأاً أو شخصاً يفعل شيئاً رديئاً الله لا يمكن أن يكون لطيفاً لو لم يكن هناك إنسان محتاج لهذا اللطف فعندما نتكلم عن الله بصفاته المختلفة نحن نتكلم عن علاقات اسمحوا لأقول ودى طالما نتكلم عن علاقات نحن نتكلم عن تواصل لا توجد علاقة بدون تواصل الله كائن علاقاتي قادر على التواصل